بيبدأ الفيلم مع باركر وهو متنكر في زي قسيس وداخل لمدينة ملاهي كبيرة وبيروح باركر يقطع تذكرة من شبك تذاكر الالعاب وبيطلب منه صاحب لعبة الحظ انه يساعد بنت صغيرة علشان تكسب لعبة وفعلا باركر بيرمي الاسهم على البلونات وبيصيب العدد المطلوب وبيخلي البنت تكسب لعبتها وساعتها البنت بتفرح جدا وبتشكره وفي الوقت ده المجرمين روس ومالندر بيحاولوا يعملوا حفرة تحت القوضة اللي فيها فزنة الفلوس اللي بتدخل من التذاكر وبيكونوا متنكرين في زي مؤرجين وبيرين باركر جارس باب القوضة وبيفتح له الموظف بين وبيتعامل معه بشكل لطيف جدا وبيفاهمه باركر انه مستنى عربية هتيجي توصله البلده والحد ما تيجي هو عاوز ياخد جولة في الملاهي ومعه شانطا مش عارفه سباه فين فبيعرفه بين على مكان قوضة الاسضافة اللي ممكن يسباه فيها وقاتا بيكون روس ومالندر خلصوا الحفرة وبيخرجوا منها بالاسلحة للموظفين وبيصوب باركر السلح بتاعه عليهم وبيدخل الاوضة وبيعملوا حالة من الرعب في المكان وبنعرف ان باركر رئيس العصابة وان روس ومالندر هم المساعدين بتوه وبيكونوا دخلين للملاهي من البداية علشان يساول خزنة وبيلاحظ باركر ان بين خايف جدا لدرجة ان قلبه بيوجعه فبيروح له بيأكد له انهم مش هيقتلوه ولا هيقتلوا حد وبيحاول يطمنوا بالكلام وبيسألوا لو كان مرتبط فبيرد عليه بين بصعوبة وبيعرفوا انه بيحب بنت ووقتها بيأكد له باركر انه هو وحبيبته وهيتفرجوا على النشرة بالليل مع بعض وهيشوفوا العملية اللي بيعملوها دلوقتي في الاخبار وبيكون كارلسون زميلهم مستنيهم برا وحزنها بالمعدات اللي معاهم وبيسروا الفلوس اللي فيها ووقتها بيفتكر باركر اليوم اللي كان فيه مع حبيبته كلير في حفلة ويومها قابل ابوها هيرلي وحكاله هيرلي وفاهموا ان مالندر رجل عصابات قوي وفي الوقت ده كان هاردويك مساعد باركر بيحرق كومة من القش في الملاهي علشان يشتت بيها الناس في الوقت اللي زميله بيحاولوا يهربوا فيه بالفلوس وبيحصل انفجار كبير في المكان بسبب حرق هاردويك للقش وفعلا الناس بتخاف وبتبدأ تهرب واسمها ما الناس بتجري كارلسون بيدي اشارة للعصابة بان الجو مهيق للهروب وساعتها بيخرجوا معهم الفلوس وبيحطوها في شنطة العربية وبيتحركوا وبعدها بيخرج باركر وبيخلع البروكة اللي كان لبسها وبيتحرك لوحده ولما بيوصل باركر عند هاردويك بيدربوا باركر وبيتعصب عليه لانه حرق الاشي في المكان الغلط وكممكن يقزي عدد كبير من الناس ووقتها بتوصل العربية اللي سيها كارلسون وبينقلوا الفلوس من عربية الشرطة لعربية تانية وبيركبوا فيها كلهم وفي الطريق مالندر بيعرض على باركر انهم ما يقسموش الفلوس اللي خرجوا بيها من العملية دي وانهم يستنوا ويستخدموها كراس مال في عملية اكبر منها لكن باركر بيرفد فبيفاهموا مالندر انهم لو قسموا دلوقتي كل واحد منهم هياخد 200 الف دولار بس لكن لو دخلوها في عملية اكبر كل واحد هيكون نصيبه 2 مليون دولار وبيطلب منه يتخيل الشنطة فيها الناس بدل دولارات علشان يغريه ويخليه وافق بس باركر رافض وبيصمم على رأيه وقتها بيسألوا مالندر عن اللي هيعملوا فيه لو رفض ان يوزع الفلوس فبيعرفوا باركر انه هيقتله في اقرب فرصة وهنا بيبطأ كارلسون سوعة العربية وبيخرج مسدس في السر علشان يقتله بباركر بس باركر بيشوفهم وبيهجب عليهم كلهم وبيضربهم وبتدور معركة عنيفة بينه وبينهم وباركر بيدرب كارلسون رصصة في ويدنه وبينط من شباك العربية وقتها مالندر بيؤمر هاردويك انه ينزل وراه ويقتله قبل ما يبعد وبيرفض هاردويك لانه بينزف بس بيكبروه انه ينزله وساعتها بيقرب هاردويك من باركر وبيكون باركر نايم على الارض وبيتقلم وبيضربوا هاردويك بالنار وبيحدفوا قدام البحيرة علشان يغرق وبعدها بيتحقق مع بينه وبيحكي اللي حصل للشرطة وبيعرفهم انه مش فاكر بلامح باركر بس فاكر انه كان لابس لبس القسيس وفي نفس الوقت ده باركر بيكون فاقد الوعي عند البحيرة بعد ما هاردويك ضربوا بالنار وبيلاحظ وجوده مجموعة من الناس كانوا ماشيين بعربية على الطريق وبينزلوا عنده وبيتأكدوا انه عايش وبياخدوا معاهم عشان ينقذوه وبيبدأ باركر يفوق في العربية وبيشوف الناس اللي انقذوه وبيحاولوا انهم يطمنوه بانه في حمايتهم وبينقلوه للمستشفى وبيسحى باركر على صوت نشرة الاخبار وبيسمع فيها عن الجريمة اللي نفزها الصبح وبيتدايق جدا لما بيعرفين فيه ناس ماتت في الحريقة اللي عملها هاردويك وبيحاول يوم من السرير بتاعه بس المريض كوين اللي جنبه بيطلب منه يستنى وهو هيتصله بالممردة وبيرفض باركر وبيطلب منه ما يعرفش حد انه يمشي وبيشوف كوين ان تصرفات باركر مجنونة لانه بيحاول يفك الشاش والجبس لنفسه من قبل ما يخف ووقتها بيدخل واحد من الدكاترة لكوين علشان ياخده لجلسة الاشعة بتاعته فبيهجن باركر على الدكتور وبيخنقه لحد ما بيموت وبيخاف كوين جدا وبيترجى باركر انه ما يأزهوش وبعدها باركر بياخد لبس الدكتور وبيلبسه وبيخرج من الاوضة ومعه كوين على كرسي متحرك وبيتصرف كأنه دكتور بيشتغل في المستشفى لحد ما بيوصل عند الباب الرئيسي وبيسيب كوين بالكرسي وبيتمناله ان صحته تتحسن وبيسيبه وبيمشي وبيروح يسرق عربية اسعافه وبيتحرك بيها ولما بيحس ان التعب زاد عليه بيركب محلول لنفسه علشان الدم اللي نزفه وبعدها بيرجع باركر للبيت وبيغير هدومه وبياخد حكته في شنطة وبيخرج قبل ما حد يلاحظه وبيركب العربية وبيتصل برجل الاعمال نورت وبيعرفه انه تابع هيرلي ومحتاج الاوراق مزورة علشان تثبت شخصيته ويقدر يتعامل مع الناس وبيسأله نورت لو كان عايز فلوس فبيعرفه باركر انه مش عاوز لانه هيقوم بعملية جديدة بكرة وهيعوض اللي تسرق منه وتاني يوم بيروح يوقف عند مستودع اموال وبيكون جاك موظف المستودع واقف برا المكان ووقتها بيروح باركر عند جاك وبيهمسله بانه لو نفذ المطلوب منه مش هيتئذي لكن جاك بيعرف باركر ان السلاح اللي معاه اكبر من سلاحه وساعتها باركر بيدرابه بالنر في رجله وبيأمره انه يدخل المستودع وبيفضل باركر مصوب المسدس بتاعه على جاك علشان يضمن انه مش هيهرب او يخدعه وبيعرف من جاك انه ليش شريك جوه المستودع اسمه اوليفر وبيعمله خبعة على اوليفر عشان باركر يدخل المكان وفعلا بيقدر باركر انه يخدع اوليفر ويدخل وبيكتفه هو وجاك علشان محدش يبلغ عنه وبعدها باركر بيسرق الفلوس اللي موجودة وبيحطها في شنطيته وبياخدها ويخرج من المستودع في هدوء وبيروح بعدها يقابل نورت وبيعرفه باركر انه محتاج عربية ورخصة وإثبات شخصية وبيسلم باركر لنورت ظرفي فيه فلوس وبيعيده نورت ان كل الاوراق اللي طلبها هتجهز في خلال خمس تيام وتاني يوم بيروح باركر لبوبي اخو هاردويك وبيطلب منه انه يعرفه مكان اخوه فبيؤمر بوبي المساعد بتاعه انه يخرج باركر من المكان واته بيهجم باركر على مساعد بوبي وبيضربه وبيدور قتال عنيف بينه وبين بوبي وبيخنقه باركر بكرسي معدن وبيهدده بانه لو معرفوش مكان هاردويك هيفضل يضغط على رقابته بالكرسي لحد ما يموته وانه عاوزي لايه اخوه لانه سرق فلوسه هو ومالندر اللي كان بيشتغل حسابه فبيعرفوا بوبي ان هاردويك في شاطئ النخيل في فلوريدا ولما بيخرج باركر من عنده بيتسل بهيرلي وبيعرفوا ان جه الوقت اللي هيطلعوا فيه رحلة مع بعض وتاني يوم بيتسل بوبي بهاردويك وبيحكي له اللي حصل بينه وبين باركر وبيفاهمه انه اضطر يقوله على مكانه علشان ما يقتلوش واته بيتعصب هاردويك جدا لانه كان فاكل ان باركر مات ولما بيعرف مالندر ان باركر لسه عايش بيدرب هاردويك لانه كان مكلفه وهو بقتله وبيكون مالندر على وشك انه يقتل هاردويك بس زميلهم بيعرفوه انهم محتاجينه معاهم في العمليات اللي جاية وساعتها مالندر بيسيب هاردويك وبيؤمره انه يكلم عمه دانز اللي في شيكاجو ويخليه اجر شخص محترف يقتل باركر قبل ما يوصل لهم اما هيرلي فبيطلب من كلير انها تقفل الباب على نفسها كويس علشان تبقى في امان لحد ما يرجع وبيسيبها وبيمشي بعربيته وبتقفل كلير الباب باحكام وبعدها بتطلع للقوضة بتاعتها علشان تحضر شنطة السفر في الوقت ده بيتسل المجرم للبيت وبيقدر انه يفتح الباب بقى لحدة كانت معاه وبيدور على كلير في كل حتة في البيت لحد ما كلير بتسمع صوت واحد من الابواب وبتعرف ان في حد معاها في البيت وساعتها بتتوتر جدا وبتمسك آلة حدة في ايديها عشان تدفع عن نفسها ولما بيوصل المجرم لقوضة كلير مش بيلاقيها وبتكون كلير استخدمت سلم وتحرك ونزلت بيه من الشباك ولما بيسمع المجرم صوت السلم بيروح عند الشباك وبيشوفها وهي بتدمر له عجلة العربية بتاعته بالآلة اللي معاها علشان ما يقدرش يطلع وراها لما تهرب وبتركب كلير عربيتها وهي منهارة وبتتسل بباركر وبتحكيله على اللي حصل معاها فبيطلب منها باركر انها تروح عند معسكر التخيم وتقعد هناك وبيوعدها انها تبقى في امان وبتسأله كلير هيجي ياخدها يا امتا فبيعرفها انه هيجي لها قريب وفي نفس الوقت دافيا في لوريدا بتروح لزلي تترجى الشخص اللي اشترت منه عربيتها انه يسمح لها بمهلة اسبوع علشان تقصد باية امانها فبيعرفها انه هيحجز على العربية لكن لزلي بتفهمه انه كل شغلها من خلال العربية وانه لو اخدها فلوسه مش هترجع له فبيضطر انه يسيبها لها وتاني يوم بيروح باركر يقابل نورت علشان يستلم الورق بتاعه بس بيتفاجئ منه هو برا المكتب ان رجال الدانز وصلوا لنورت وبيأمروا بتسليم باركر ووقتها بيدخل باركر للمكتب وبياخد الورق بتاعه وبيكتشف ان اسمه المزور هو بارمت وبيطلب منه نورت ان يقتل رجال الدانز وبيفاهموا انه لو رفض هيقتلهم هو بنفسه ويقتلوا بعدهم وساعتها نورت بيفضل يضرب نر على المجرمين لحد ما بيقتلهم وبيأمره باركر انه يضرب عليهم تاني علشان لو حد فيهم لسه عايش وبعدها بياخدوا الورق بتاعه وبيسيبوا وبيخرج من المكتب وساعتها هيرلي بيخاف على بنته وبيحاول يخدع باركر بان بوبي كذب عليه علشان ما يقتلوش وبيعرفوا ان العصابة مستحيل تقدر تمارس اعمالها في شاطئ النخيل لان هناك في حراسة مشددة من الشرطة فبيعرفوا باركر ان مالندر مجرم محترف وبيقدر يخفي جرائمه بطريقته الخاصة ومش بيلاقي هيرلي يحل قدامه علشان يحمي بنته غير انه يدفع لباركر فلوس العملية اللي تسرقت منه بس بيفاهموا انها من دانز وقتها بيتدايق باركر ان هيرلي بيستخف بعقله وبيعرفوا انه فاهم ان دانز مستحيل يدفع لحد علشان يبعده عن طريقه او يدفدى شره ووقتها بيفاهموا هيرلي انه خايف على بنته اللي المجرمين قدروا يوصلوا لها وهي قفلة الابواب كويس وانه خايف يتقتل هو كمان فبيعرفوا باركر ان اللي مكتوب له يموت بطريقة هيموت بيها لان محدش يقدر يتحكم في مصيره وبيصمم انه يسافر لشاطئ النخيل وفي نفس الوقت ده بتروح لازلي